السلام عليكم شاهد السبب المرعب لانتشار صراصير الليل في السعودية بعد انكشاف الكعبة ودخول صراصير الليل شاهد السبب المرعب لحدوث ذلك الأمر المرعب حقيقة زلزلت قلوب الملايين سنتعرف عليها الآن سويا ولكن قبل البدء ادعمونا بأعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات تفاجأ الكثير من رواد المسجد الحرم وملايين المسلمين حول العالم بانكشاف سطرة الكعبة المشرفة بسبب العواصف الشديدة على المشاعر المقدسة وهذه العواصفة ادت الى فك المقابض المذهبة التي تشد هذه السطرة فوق الكعبة قبل القيام بتغييرها وايضا هاجمت اعداد كبيرة من حشرة جراد الليل او صرصور الليل مناطق متفارقة من الحرم المكي الشريف واعرب نشطاء عن مخاوفهم من الانتشار الكثيف لهذه الحشرة معتبرين انه قد يكون انذارا الهيا يستوجب الاستغفار والتوبة هل تعرفون السبب الحقيقي وراء حدوث ذلك الامر المرعب والمخيف وما يحدث في مكة المكرمة هو تحذير وانذار وغضب رباني كبير من الله تعالى بسبب الظلم والفساد الموجود في السعودية الذي يجيز عمل حفلات رأس السنة الكريسمس وهي حفلات يوجد فيها الاختلاط والرقص والغناء والاشياء المحرمة التي من الغير المستحبة ان تحدث في بلد بيت الله الحرم من المفترض ان المملكة العربية السعودية هي بلد الامان والخشوع والحج والتضرع الى الله تعالى فقط وليس لحفلات الاختلاط والرقص والاشياء الهابطة المحرمة وبالتأكيد انكشاف سطرة الكعبة وظهور حشرة الجراد او صرصار الليل بكثرة في الحرم المكي هي دلالة وآية من آيات الله عز وجل وجنود صلتها الله تعالى على السعودية وتحذير قوي على ما يحدث داخل مملكة العربية السعودية هل تتذكرون حادث الفيل الذي انتقم الله منهم بطيرا أبابيل وهذا الطير كان جندي من جنود الله تعالى هذا الحادث قرر الآن بالجراد وانكشاف كسوة الكعبة وهذا الجراد جندي من جنود الله تعالى وتحذير قوي من الله تعالى وتعتبر آية قوية من آيات الله تعالى بعدما يدخل عليها المغنيين والراكسين الديوثين ونجسوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلهم الله تعالى بجندي من جنوده حيث قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطفان والجراد والقمل والضفضع والدم أيات مفصلات فاستقبروا وكانوا قوما مجرمين وهذا أيضا دلالة على انتشار الفساد بين العرب وهذا الخلاف بين العرب دلالة على اقتراب الساعة شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة